اشتركوا في القناة من قبضة الانقلابيين الحوثيين عمليات التطهير لمحيط مطار المحافظة تتواصل ومرات آمنة لخروج المدنيين المبعوث الأممي في صنعاء مجددا في مهمة اللحظات الأخيرة الحوثيون يستقبلونه بالهجوم على مسعى لإقناعهم بتسليم الحديدة إلى الشرعية ومراقبون غريفث حمل معه رسالة شديدة لهجة من المجتمع الدولي للميليشيات من أجل شعب اليمن وإعلاء إرادته وحتى تنبضى شرايين الحياة مجددا فيه وتحطم أدوات الدمار والخراب وتحل عقد سياسات النهب والتجويع للميليشيات من أجل ذلك كله انطلقت معركة تحرير الحديدة معركة يخوضها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بدعم ويسناد من التحالف بقيادة المملكة وكعادة تحالف دعم الشرعية فالمهمة استثنائية بكل المقاييس حيث تحمل توازنا دقيقا بين العسكري والإنساني وكيف لا والمهمة يعنونها إعادة الأمل وبين تأمين احتياجات المدنيين والمحافظة على الأرواح والممتلكات الخاصة تسير خطط التحالف بنجاح لرعاية نحو أربعمائة ألف شخص يسكنون المحافظة مع اتخاذ الإجراءات كافة لحمايتهم من قناصة الميليشيات اليائسة وألغامهم العشوائية داخل الأحياء والقرى أما عسكريا فالخطط تسير وفقا للمرسوم لها بدقة والتقدم على أرض المعركة متسارع والسيطرة على المدينة بأكملها على مرمى حجر وسكان الحديدة يتنفسون الأمل أمل التحرر من ميليشيات إيران في القريب العاجل سيطرة ميدانية على مطار الحديدة وقطع طرق الإمداد وعشرات القتلى والصنهيرات المتتالية في صفوف الميليشيات الحوثية الإيرانية انتصارات للشرعيات اليمنية مدعومة بالتحالف العربي بقيادة المملكة كانت العدية المقدمة من التحالف للشعب اليمني وصفعة على وجه إيران وذراعيها الإرهابية في اليمن الجهتان الجنوبية والغربية للمطار الاستراتيجي أصبحت في قبضة الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية وفلول عصابات الحوثي تتقهقر إلى داخل مبانيه وملحقاته المحاصرة من قبل قوات الجيش لتختار بين أمرين إما الاستسلام أو الموت وبإسناد من التحالف العربي أحكمت قوات الجيش اليمني سيطرتها على دوار المطاحن شرق مدينة الحديدة وقطع طريقي الحديدة صنعاء والحديدة تعز لتقطع شريان الحياة عن الحوثيين وتحكم الخناق عليهم فضلا عن تحقيق تقدم ميداني جديد غربي محافظة تعز وتكبيد الميليشيات خسائر في الأرواح في البيضاء عملية لم تقتصر على شقها العسكري ففي القلب منها تخفيف معاناة اليمنيين المعيشية في إطار عملية إعادة الأمل بهدف ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق بعد سنوات من النهب على أيدي الميليشيات الحوثية ومع انطلاق عملية النصر الذهبي قبل أيام أعلن الدكتور عبدالله ربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن جسر بحري وجوي وبري من المواد الطبية والمشتقات النفطية للحديدة في مبادرة إنسانية جديدة بعد سنوات من الحرمان الذي مارست الميليشيات الإرهابية على سكان المدينة يتقدمون بمبادرة إنسانية جديدة تهدف إلى تكثيف وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر الحديدة لتشمل كامل المناطق المحررة من قبضة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وغيرها من المناطق وخلال ثلاث سنوات بلغت المساعدات المقدمة من دول التحالف في اليمن على رغم من انتهاكات الحوثيين 16 مليار دولار ليفتح تحرير الحديدة باب أمل كبير لإنهاء المعاناة الإنسانية ليس في المدينة وحدها بل في كامل ربوع اليمن الشقيق لبرنامج هنا رياض شادي أمور اشتركوا في القناة والنقاش في ملفنا الأول لهذه الحلقة من هنا الرياض عن تحرير الحديدة المعركة وتوقيتها وعمل التحالف على المحورين العسكري والإنساني والنجاح في التوازن الدقيقة بينهما ينضم إلينا في الاستوديو الخبير الأمني والاستراتيجي دكتور أحمد الشهري كما ينضم إلينا من القاهرة نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ومن تعز العميد طاهر حميد قائد الهندسة العسكرية في تعز مساء الخير لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير أبدأ معك دكتور أحمد فيما يتعلق بمدينة الحديدة بمطارها ومينائها وبكافة أقسام ومناطق هذه المحافظة ما أهميتها للشرعية وكذلك للشعب اليمن بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أحييك أخي أحمد وأحيي الزمل العام لي معك في الاستوديو وأقول لكم كل عام لأنتم بخير كما أيضا أجدها فرصة أنني أتقدم بالتهنية والتبركات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وإلى ولي عهد أمير محمد بن سلمان وإلى رجالنا في الحد الجنوبي ورجال أمننا البواسل في داخل المملكة الذين يستسهرون لننعم بالأمن وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية وكل عام لتم بخير جميعا الحقيقة الموضوع اليوم موضوع جميل جدا وموضوع شيء وهو توازن العمل الإنساني مع العمل العسكري ولو رجعنا إلى ثلاث سنوات مأضت منذ أن طلقت عاصفة الحزم لو وجدتها ذهبت أو انطلقت على مسارين المسار العسكري والمسار الإنساني منذ البداية كان هناك خطان متوازيان فتجد العمل العسكري بما تقتضيه الضرورة من ردع هذه العصابة وما تقتضيه من خطابها بنفس لغتها التي هي تريد أن تكرسها وهي لغة القوة المسار الثاني أيضا انطلق مع بداية عاصفة الأمل وهو مد يد العون والمساعدة وأيضا تأهيل المناطق التي تحتيد الشرعية والتي تم تحريرها ورأينا الشركات التي تم التعاقد معها لشق الطرق وتأهيل المستشفيات تأهيل المطارات تأهيل المواني المدارس النواحي الصحية النواحي التعليمية إذن أنت الآن أمام ملحمة إنسانية عسكرية لم تشهدها أي حرب من الحروب أن صار هذين المسارين متوازيين حتى في المناطق التي تخضع تحت نير هذه العصابة لم تنسى من اليد الحانية لمركز الملك سلمان الذي كان يبعث عن طريق مأرب إلى المساعدات إلى المناطق حتى التي تحتنا لماذا؟ لأنه يستهدف الشعب اليمني يستهدف المواطن اليمني في أي مكان مثلما أيضا تستهدف فمتلك الربية السعودية في مساعداتها في جميع انحاء العالم جميع الأشخاص دون السؤال عن دينها أو عن مذهبها أو عن من ينتمي أو عن مدى عداوتها لنا أو عن مدى صداقة لنا إذن هذين المسارين هما كان منهج الشرعية منذ بداية الأزمة ولذلك هذا أيضا من دواعي أو من أسباب تأخير هذه المدة السنوات هذه أنها كانت تستهدف العمل الإنساني وعدم المساس بالمواطن المدني إذن وصلنا الآن إلى الحديدة أقول عملية تحرير الحديدة عملية استعادة الشرعية للحديدة هو بحد ذاته عمود الفقري للعمل الإنساني أعيد يا أستاذ أحمد استعادة الحديدة وميناءها البحري ويعادتها للشرعية هو العمود الفقري للعمل الإنساني لماذا؟ لأنه من هذا الميناء يمر أكثر من 120 مليار ريال يمني عبر التدفقات التجارية وعبر التدفقات والمساعدات أين كان يذهب هذا المبلغ؟ هو كان يذهب إلى المستودعات ثم بعد ذلك يباع من قبل هذه العصابة في أين؟ في السوق السوداء إذن كان يحرم الشعب اليمني من كل ما يرد من هذا الميناء وهذا أيضا ما أدخل الشعب اليمني فيه؟ نعم ثم تأتي أيضا إلى سكان الحديدة وهم المدينة الثالثة بعدد السكان وهم أكثر من بلونين وثلاثمائة مواطن ماذا كان حالهم خلال هذه الثلاث سنوات؟ هل كما تزعم الشرعية أنهم في أمن أمان؟ أم أنهم يعيشون في كرهائن؟ ويعيشون كمتاريس بهذه العصابة يطلقون من خلالهم الصواريخ ويتمترسون خلفهم كمن شاهد الآن كمن شاهد الآن هم جعلوا من الحياة السكنية وجعلوا من المواطن رهينة إذن هذا المسار الإنساني في الحديدة هو بحد ذاته أكبر نصر وأكبر هدية تقدم للشعب اليمني أن يعاد لهم ميناءهم وتعاد لهم مقدراتهم التي تقدر ب120 مليار لكي تصل إلى جميع طبقات الشعب لأن هذه العصابة جعلت من هذا الميناء سجن ومن خلال هذا السجن تلعب على ثلاثة أوراق على ثلاث أوراق واسمح لي لو أطلت عليك وهذه الأوراق الثلاثة أبشر الشرعية اليوم وأبشر الشعب اليمني أنها قد أصبحت في يد قوات التحالف الورقة الأولى الدعم المالي وهو ما كانت تحصل عليه من هذا الميناء ولآن قد أصبح في يد الشرعية الورقة الثانية هي الضغط على المجتمع الدولي من خلال التهديد المياه الإقليمية فلذلك كان يعطيهم نوع من قوة التفاوض أنه عنده أي عملية ممكن يستهدفون أي بارجة كما حدث مع البارجة السعودية والأمريكية والإماراتية إذن نقول قد سقطت هذه الورقة طيب الورقة الثانية هي ورقة التفاوض تجد أن سقف التفاوض عندهم في البداية بأنهم كانوا يمتلكون الميناء ويمتلكون مداخل الدولة كان سقف التفاوض عندهم كبير كانوا يريدون أن يشكلوا الدولة وحتى في أنفاوضات في الكويت وفي جنيف وفي مسقط لم يكن يريدون أن يتفاوضوا لأنهم لا يريدون أكثر مما هم فيه يمتلكون العاصمة ويمتلكون الميناء الرئيسي إذن ماذا يريدون؟ الآن وقد أصبحوا أن يفقدون الميناء فقد فقدوا هذه الثلاثة الأوراق فقدوا المال فقدوا التفاوض على التهديد الدولي وجدناهم أمس مع جريفت في صنعة يقبلون بما أملاح عليهم جريفت وهم الآن كما طلبوا 24 ساعة للتفاوض أو للتفكير أتمنى أن يهديهم عقلهم إلى أن يسلموا الميناء بدون مزيد من إراقة الدماء نعرج على الجانب السياسي وهل يمكن أن يخرج الحوثيون بشيء من هذه المهمة للمبعوث الأممي ولكن في المحور الثاني في هذه الحلقة ولكن ذهب إلى ضيفي من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ أستاذ نبيل فيما يتعلق أيضا بممارسات الحوثيين في الحديدة تحديدا منذ انطلاق عصفة الحزم وأيضا منذ انطلاق قوات الحكومة اليمنية الشرعية لاستعادة الشرعية في اليمن وهناك توازن ما بين العمل العسكري والإنساني ولكن تحديدا فيما يتعلق بالحديدة كيف استغل الحفيون هذا الجانب الذي يسعى إليه التحالف وقوات الشرعية لقلب المفاهيم ولزيادة معاناة الشعب اليمن بداية المساء الخير لكم ولجميع السادة المشاهدين أهلا نحن نقول أن ابناء الحديدة بعد ثلاث سنوات من المعاناة بالتأكيد هم اليوم أمام عيدين العيد الأول هو عيد الفترة المبارك والعيد الثاني هو عيد تحرير الحديدة إن شاء الله خلال الأيام القادمة موضوع الذي طرحتم لهذه الحلقة هو موضوع أساسي وموضوع أهام جدا بالنسبة لوزارة حقوق الإنسان بل إننا نعتبر أنفسنا شوكة الميزان فيما يخص هذا التوازن ما بين العمل الإنساني والعسكري لذلك كنا دائما في نقاشاتنا مع إخواننا في التحالف العربي وفي قيادة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية نؤكد على قضايا معينة التي هي العمل على إرساء قواعد الاشتباك الدولي أيضا وضع القانون الدولي الإنساني كأساس في كل تحرك تقوم به هذه القوات العسكرية وحقيقة أشاد حتى المجلس الأمن أشاد بهذا العمل الذي يقوم على إعلاء القيمة الإنسانية في كل المراحل السابقة ولدينا نماذج قوية جدا لينظر العالم بأكمله أين أصبحت عدن كيف أصبحت عدن اليوم كيف أصبحت الخوخة اليوم كيف أصبحت المخاء اليوم في ظل هذا العمل الإنساني الكبير الذي تقوم به قوات التحالف وبقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق هذا التواجد الحقيقي والكبير على الأرض وبالتالي نحن نقول أن عملية التوازن الإنساني أو وضع العمل الإنساني موازيا لخط العمليات العسكرية قدم نموذجا فريدا في تاريخ العمل العسكري خلال القرن الماضي وهذا القرن لأننا وجدنا أنفسنا أمام جهود أخوية غير عادية من خلال جهود مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي والكويتي بالإضافة إلى بقية الدول العربية الشريكة في التحالف كلها كانت تقدم إرساء لمبدأ جديد في العمل العسكري أننا نقاتل من أجل الإنسان وإعادة الكرامة الإنسانية بشكل أساسي اليوم نحن نقول أن ميناء الحديدة سيمثل أكثر من اعتبار أولا كما أشار ضيفك الكريم في الاستوديو ميناء الحديدة شكل خلال الثلاثة السنوات الماضية شريان داعم بالمال والتدفقات المالية من خلال أن 70% من واردات الدولة كانت تتم عن طريق ميناء الحديدة وبالتالي هذه الميليشيات إلى جانب الجمارك المعتمدة أضافت ضرائب وجمارك أخرى وحولت هذا الميناء إلى سلة مالية غير عادية تدعم هذه الميليشيات وكانت تمثل لهم خزينة مالية كبيرة إضافة إلى ذلك إصرار المجتمع الدولي على استخدام ميناء الحديدة في العمليات الإغاثية والإنسانية جعل كثير من هذه العمليات الإغاثية تذهب إلى أيدي هذه الميليشيات إما بالنهب المباشر أو بالتقطع أو بعمليات التي تؤدي إلى تلف المواد الإنسانية أحيانا كل ذلك كان يذهب أيضا لدعم المجهود الحربي وأحيانا نجد كثير من هذه المواد الإنسانية الغاثية تباع في السوق السوداء نتيجة نهب هؤلاء لهذه العمليات الإنسانية اليوم بعودة ميناء الحديدة إلى حاضنته الطبيعية عبر الحكومة الشرعية سيتحول كل العمل الإنساني إلى مساراته الحقيقية ومساراته الصحيحة وستكون للممرات التي أوجدها التحالف العربي مع القيادة الشرعية ستوجد عملية انتعاش اقتصادي حقيقي في إطار محافظة الفديدة تقدم للشعب اليمني من خلال هذا الميناء انتقل إلى ضيفي من التعزل عميد طاهر فيما يتعلق بهذا التوازن أيضا العسكري الإنساني الذي تحدثنا عنه في بداية هذه الحلقة وهنا أسألك عميد طاهر عن تأثيره في تأخير الحسم العسكري في كثير من الجوانب من أجل حرص القوات الشرعية وأيضا قوات التحالف على سلامة المدنيين أولا وهذا أيضا ما يجري في الحديدة خلال اليومين الماضيين واستغلال الحثيين للمواطنين هناك كدروع بشرية ومنعهم من الخروج من المدينة والخروج من أيضا بعض الأماكن التي تكون أهداف عسكرية أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانتم بخير حقيقة لم أرى في العالم ولم أشوف في قاموس من القوامس العسكرية بأن هناك معركة تأمر بمسارين المسار العسكري والمسار الإنساني بل والمسار الثالث هو تقنيب المواطنين مخاطر هذه الحرب ولكن المملكة العربية السعودية بزعامة خادم الحرمين الشريفين عملت بقهد كبير جدا وقامت بدعم وبتزويد المواطنين بالإحتياجات الأولية عبر مركز الملك سلمان ووصلت هذه المواد الغذائية إلى كل المناطق وحتى في المناطق التي سيطر عليها الحوثي أما في المسار العسكري فأنا أنصح كرقل عسكري أنصح إخواني في التحالف وفي القوات الشرعية أن ينفذوا الخطط كما هي لا ينتظروا لما قاء به المنظمات الدولية ولا المبعوث الأممي إلى صنعاء لأن هذه ما هي إلا تأثير وتأخير لتلك الخطط ولكن الخطط العسكرية لا يجب أن تنفذ وإذا نظرنا لحقيقة الأمر فإن معركة استعادة مدينة الحديدة هي معركة إنسانية في الدرجة الأولى أولا لإنقاذ المواطنين لإنقاذ المواطنين من ظلم وقبروت ميليشيا الحوثي الذي ترتقون بإثكابه في محافظة الحديدة منذ ثلاث سنوات فارتكبت الكثير من القرائم بحق المواطنين قعلتهم الآن دروع بشرية وتبنعهم من الخروج بينما قوات التحالف وقوات الشرعية سمحت بخروجهم من الجهة الشمالية على امتداد 12 كيلو متر من منطقة كيلو 16 الدوار المؤدي إلى صنعاء إلى ميناء الكثير هذه المنطقة الشمالية كلها تعتبر منطقة آمنة لخروج السكان ولكن ميليشيا الحوثي لم تسمح بخروج المواطنين حتى الذي هم بجوار المطار من الجهة الشمالية منعتهم من الخروج في تلك الأحياء وعملتهم دروع بشرية على أساس أن يسقط منهم الكثير من الضحايا وتقوم بالمراهنة بتلك الضحايا وبنفس الوقت تقول أن القوات الشرعية أسقط الضحايا ولكن قوات الشرعية هي ما قاءت إلا لاستعادة مدينة الحديدة وتحريرها من براثين ميليشيا الحوثي وكذلك قوات الشرعية الآن تعمل قاهدة على أساس تقنيب المواطنين تلك المخاطر وعلى المواطنين أن يبحثوا على المناطق الآمنة لينسحبوا من المناطق خطوط التماس والأماكن التي ستتعرض للضرب وقوات التحالف سوف تساعدهم بمنشورات وتعليمات على أساس المناطق الآمنة وهي القهة الشمالية بشكل عام من مدينة الحديدة نعم دكتور أحمد فيما يتعلق أيضا باستراتيجية قوات المقاومة اليمنية المسنودة بقوات التحالف في تحرير الحديدة اعتمدت في معركة المطار الحديدة استراتيجية قيمة على حصار المتمردين متونكسين داخل المطار من عدة جهات قطع طريق الإمداد عليهم الذي من الممكن أن يطيل أمد هذا الأمد الاجتباكات يعني في هذا الجانب كيف يثبت أن الحوثيين يتخلون عن أتباعهم بكل يسر وسهولة في خلال هذا الجانب بعد أن أطبقت قوات المقاومة الحصار عليهم تركهم الحوثيون وحدهم داخل هذا المطار رغم يعني وجود فرصة كبيرة للقادة بتسليم المطار وخروج أتباعهم بسلاسة من هذه الأسماء متاز جدا سؤالك جميل جدا وأنا أتوجه بهذا بالإجابة هذه للشعب اليمني هذه العصابة هي لا تجد بينها وبين الشعب اليمني أي ولاء أو حب لذلك هي لا يهمها كم يموت من سكان الحديدة ولا يهمهم كم يموت من سكان صنعة هم يجدون أنفسهم غرباء في صنعة ويجدون أنفسهم غرباء في الحديدة هم يعتبرون كل الشعب اليمني مما يسمونهم بالزنابيل أنهم مكون آخر وطيف آخر ومذهب آخر يموتون كما شاءوا بل يزج بهم ولذلك تجد يمسكون شيخ القبيلة حتى تحارب القبيلة ويقبضون على الأب حتى تحارب الأسرة ويقبضون على الأخ الأكبر حتى يحارب ثلاثة أو أربعة من أخوته إذن هم ليسوا من نسيج المجتمع اليمني بل هم دخلاء عليه طالما أنهم ما يسمونهم بالقنديد متمركزين في صعدة وهو المركز الكهنوتي الذي يمدهم بهذا العقيدة الفاسدة التي ينطلقون منها فهم يجمعون أكبر موجة من الناس ويدفعون بها في أي مكان وندخل في موضوع المطار موضوع المطار هو معركة خاسرة بالنسبة لهم طالما أنه أي مكان يحاصر من جميع الجهات ولم يعد أمامك مخرج إلا إما بالاستسلام أو بالموت هم يختارون ماذا؟ يختارون الموت لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الذي سيموت داخل المطار هو من الشعب ولذلك كان من العمل الإنساني للشرعية أنها لم تقتحم المطار ولم تستهدف أيضا بالطيران أو تستهدف بالقذائف المباشرة لماذا؟ لأن كل الذين داخل المطار مثلهم مثل الذين داخل الحديدة وجامعة الحديدة المجاورة للمطار هؤلاء هم مواطن بشر لذلك تجد أن تكتيك التحالف هو الحصار تكتيك التحالف هو محاولة الضرب الانتقائي سواء كان بالطيران أو كان سواء بالاستداف حتى يجنب مقدرات البلد القوات ممكنها الطيرات الثقيلة أن تنسف المطار وتنسف البرج لكن هذا المطار لمن؟ أليس للشعب اليمني؟ لذلك تجد أن الشرعية لا عندها مانع تبقى يومين ثلاثة أربع أسبوع حتى أنهم أول شيء تنقطع عنهم الذخيرة بعد محاصرة أو بعد وضع يدها على كيلو 16 والكيلو 7 وهي الشرعين التي تتفرأ منها الطرق إلى الحديث إلى صنعة وإلى تعز وإلى حجة وإلى ذمار حيث يأتيهم ماذا؟ يأتيهم المدد لذلك سياسة حكيمة أن تقطع أدهم المدد حتى تنفذ الذخيرة منهم وينفذ المساعدات ثم بعد ذلك أيضا مع ذلك وهو عمل إنساني هو عمل إنساني من قوات التحالف أن تترك الخصمك ماذا؟ أن تترك الخصمك طريقا يخرج منه هذا عمل إنساني قوات التحالف تركت أيضا طريق باتجاه صنعة لمن أراد أن يغادر سواء من الحوثي أو يغادر من أنصارها حتى لأنه ليس الهدف هو القتل أو التدبير وإنما الهدف هو إخلاءها من هذه العصابة وتسليم المطار إلى الشرعية وهذا بدوره هو الهدف الرئيسي يعني ليس الهدف الرئيسي هو أن تقتل أو الدمر ولكن الهدف الرئيسي هو أن تصل إلى هدفك نقطة ثالية حتى نعري هذه العصابة أستاذ أحمد المعاهدات الدولية فيما يتعلق بالألقام تثبت أو توجب أن كل من يزرع الغامن فإنه يضع لها خريطة لماذا هذه الخريطة؟ حتى عند البغادرة أو حتى عند الاستسلام أو حتى عند الحزيمة تستطيع عن طريق هذه الخريطة أن ترشد الجهات المعنية إلى نزعها هؤلاء لا يرقبون في مؤمن لا إلا ولا ذمة فخخوا الأشجار فخخوا المزارع فخخوا الطرقات فخخوا الأبار فخخوا المساجد فخخوا الصحراء إذن كأنهم يقولون كل من يمر من هذا المكان هو هدف مشروع سواء كان من قوات التحالف أو حتى من المواطنين خذ نقطة أخرى وضعوا نقاط تفتيش حول الحديدة حتى يمرع المواطن من الخروج يعني المواطن البريء الذي ليس له لا ناقة ولا جبل في هذا الموضوع لا يريدونه أن يخرج لماذا يريدون أن يبقى؟ حتى يكون وقودا لهذه الحرب وعدي أيضا حلقة مسلسلة جرائم الميليشيات الحوثي في كافة المحافظات الإيمانية وليست الحديدة استثناء عن هذه الجرائم مشاهدين الكرام فاصل ونواصل هذه الحلقة من هنا الرياض موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 من تلك المعركة بينما هم القناديل خارق المعركة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولولا انقاذ التحالف العربي لانقاذ الشعب اليمني لما وصلنا الى ما وصلنا الى الان من استعادة المناطق وكذلك تحرير الناس واخراق بعض الناس من السقون الان في سقونهم في الحديدة ليقل عن الفين سقين ما هي قرائمهم لا يوجد اي قريمة بينما ان المقرمين اخرقوهم من السقون ليكونوا معاهم في القبهات ليقاتلوا معاهم بينما هم مقرمين وقتلوا ويترتب عليهم بحقوق انسانية لا هناك بينما الناس اللي يعيقوا في الحقوق الانسان طبعا قوات الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعمل حساب كبير جدا لحقوق الانسان ولم تنتحك حقوق الانسان نهائيا وكل معاركها معارك انسانية واستعادات الحديدة هو اكبر دليل على ان القوات المشتركة للشرعية والتحالف العربي سوف تعمل اكبر عملية استعادة انسانية في تحرير مدينة الحديدة نعم من تعز العميد طهر حميد قائد الهندسة العسكرية في تعز شكرا جزيلا لك ضيفانا في الاستيديو دكتور احمد الشهري الخبير الامني والاستراتيجي وكذلك من القاهرة وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنية نبيل عبد الحفيض ابقى معنا في المحور القادم نتابع في هنا الرياض بعد فاصل قصير جريفث في صنع حاملا طوق النجاة الاخير لميليشيا ايران المبعوث الاممي امل في اقناع ميليشيا الانقلاب بالانسحاب من الحديدة واليماني خروج الحفيين من الحديدة نصر للسلام والامن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر للمرة الثانية خلال اسبوعين مارتن جريفث في صنع بهدف اجراء محادثات مع الميليشيا الحوثية ويقناعهم بتسليم الحديدة ومنائها سلميا عملية يراها بعض المراقبين الفرصة الاخيرة للحوثيين للنجاة ومن حبل بات يلتف حول أعناقهم ويضيق شيئا فشيئا لكن يبدو أنهم كميليشيا لا تعيد روب السياسة سيضيعون الفرصة مثل سابقاتها فالحوثيون يسبقوا وصول جريفث بوصفه بساع البريد الفاشل وأن مساعيه مصيرها أيضا الفشل المحتوم ويبدو أن في جعبة جريفث رسائل أخرى يحملها من المجتمع الدولي ومن مجلس الأمن سينقلها لعبد الملك الحوثي وإن عبر شبكة تلفزيونية فاليمن يقع تحت البند السابع ولا يمكن الاعتراف بميليشيا مسلحة في مواجهة الشرعية أمر قد لا تفهمه عقول الحوثيين أو تقتنع به وبأن تسليم الحديدة هو الخيار الوحيد المتاح أمامهم الآن فقد فقدوا الأرض ولم تعد لديهم أي قدرة على الحشد وتجييش الأتباع فهل مهمت جريفث محكوم عليها بالفشل وإن طالت المشاورات وكيف ستنعكس نتائجها على إحاطته القادمة إلى مجلس الأمن في مهمة اللحظة الأخيرة ومن أجل هدف واحد وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتين جريفث إلى صنعاء لمطالبة الحوثيين بتسليم الحديدة للحكومة الشرعية وإشراف الأمم المتحدة على مينائها الاستراتيجي وتحذير لهم من أي أعمال عدائية لاستهداف الميناء قبيل هزيمتهم الوشيكة زيارة استبقها قياديون في ميليشيات الحوث الإيرانية واصفوها بالفاشلة في تعنت مستمر من أجل إفشال أي حلول سلمية نهج طالما فعلوه مع سابقيه جمال بن عمر وإسماعيل ولد الشيخ خلال أكثر من ثلاثة أعوام جريفف الذي لم يدل بأي تصريحات لدى وصوله العاصمة اليمنية حاول في لقاءاته بقادة المتمردين في صنعاء كما أكدت مصادر مطلعة حاول إقناعهم استسلام ميليشياتهم وتجنيب المدنيين في الحديدة الخطر مع التأكيد على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يعترف بمن حمل السلاح في وجه الشرعية وفي تأكيد على أن الحل السياسي ما زال قائما كشف وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني في تغريدة له أن التسليم للشرعية والوطن ليس استسلاما وأن الوطن يتسع للجميع عند تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي قرار يضم إلى جانبه المبادرة الخليجية وآليات تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني اليمني وهو ما يسعى إليه التحالف العربي والمجتمع الدولي وترفضه الميليشيات الحوثية حتى الآن موقف أكد عليه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز العمليات الإنسانية الشاملة محمد أل جابر في لقائه مع سفراء الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن ولم يأبى الحوثيون لتحذيرات منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي من تداعيات الحرب على سكان الحديدة إذ أكدت مصادر محلية أن المتمردين أبلغوا المبعوث الأممي أن تسليم الحديدة أمر غير وارد ما يعيد الحل العسكرية للواجهة من جديد لتطهير البلاد من الميليشيات الإرهابية بالقوة وضرب مقططات إيران التخريبية في المنطقة لبرنا موسيقى 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 ولتعمق في هذا المحور الخاص بالجهود المبذولة من أجل توصل لحل سياسي بالتوازي مع النجاحات العسكرية ومهمة جريفث في صنعاء التي وصفها بالخاصة نوصل مع ضيوفنا في الأستوديو الخبير الأمني والاستراتيجي دكتور أحمد الشهري ومن القاهرة نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية مساء الخير لكم مجددا وأبدأ معك دكتور أحمد إذن قوات شرعية تتقدم على الأرض وتحديدا عندما نتحدث عن الحديدة تحرر المطار وغريفث في صنعاء بغية الوصول لحل سياسي السؤال أيهما ستكون له الغلبة برأيك بعدما سمعناه من تصريحات للحثين والاستقبال للمبعوث الأممية هل سيكون الغلبة للعمل العسكري أم السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم منذ أن طلقت الأزمة اليمنية أو سيطرت هذه العصابة على الدولة اليمنية مر على هذه الأزمة الثلاثة منديب للأمم التحدة ابن عمر وإسماعيل ود الشيخ أحمد والآن غريفت هؤلاء الثلاثة لم يحققوا نجاح طبعا قريف التوه هذه يبدأ الآن لماذا لم ينجح من سبق في حال حالة الأزمة؟ لأن هذه العصابة عندما سيطرت على الدولة هي سيطرت على العواصمة الثلاثة الدولة اليمنية سيطرت على العاصمة السياسية وهي صنعاء سيطرت على العاصمة الاقتصادية وهي الحديدة وسيطرت على العاصمة الدينية في نظرهم أو العقدية أو الكهنوتية وهي صعدة إذن من يملك هذه العواصمة الثلاثة؟ على ماذا يفاوض؟ ولا يريدون مفاوضات يريدون أن يبقى الحال وكما هو عليه لأنهم يملكون كل شيء إذا المفاوضات كانت لتكريس هذا الاحتلال وتكريس هذه القبضة لكن عندما استقدمت نفسها اللغة التي يفهمونها وبدأ التقدم الاشتراعية سواء في منطقة صعدة وعن طريق البوقع وكتاف ولذلك تم السيطرة على مفاتيح صعدة وأيضا سار التقدم على جبهة نهم ومأرب لأيضا للإمساك بمفاتيح صنعة ثم أيضا الآن هم على مشارف الحديدة وقد أصبحت الآن في بين الكماشة الشرعية سواء من ناحية البحر أو من ناحية البر أو من ناحية الجو إذن مفاتيح ثم عواصم الثلاث هذه أصبحت في أيدي من؟ أصبحت الآن في أيدي الشرعية إذن بالضرورة هذا الانتصار وهذا الحسم أن عكس على أداء التفاوض وأنا قلت في بداية حديثي أنهم كانوا يمركون الأوراق الثلاثة الضغطة ورقة التفاوض ورقة الدعم المالي ورقة التهديد المياه الإقليمية فقدوا أيضا هذه الثلاثة الأوراق إذن حديثهم البارح مع جرفت اختلف كثيرا بدأوا في البداية يريدون أن يسلموا مقابل أن تدفع الشرعية رواتب إذن تلاحظ أنه انخفض مستوى أو سقف المفاوضات حتظ التقدم الآن على المطار وبدأت القوات تطبق على المطار وأيضا غريفت ذهب برسالة تختلف عن بقية الرسائل السابقة إما التسليم أو ستجدون مصيركم الآخر الناحية الإنسانية التي ظلت إعلامهم الأصفر والمأجور من الخارج يروج للموضوع الإنساني هو الذي كان يجعل الأمم المتحدة تحجم عن الدعم قتحام الحديدة لماذا للناحية الإنسانية؟ وكأن الشعب اليمني في حديدة كانوا يعيشون في رفاهم من العيش هما كانوا أيضا مساجين وهذا يجعل أكثر من تساؤل بحديثك هذا دكتور أحمد هنا أنتقل بالسؤال إلى ضيفي من القاهرة دكتور الأستاذ النبيل هل يسعى في الوقت عندما تحدث الدكتور أحمد عن هذه المناورة السياسية التي يقوم بها الحثين منذ اليوم الأول للانقلاب وحتى هذه اللاحظة وفي كثير من المراحل والنقاط نجد الحثين يناورون ويتكلمون بمناورات سياسية وبتصريحات من هنا وهناك لكن سؤالي هل يسعى في الوقت الحثين للمناورة خاصة ونشرعي الآن في الحديدة وتسيطر على مطالها بداية داني أقول أن التحليل الجميل الذي قدمه الدكتور الشهري هو تحليل قائم على رؤية والدراسة التاريخية عميقة لهذه الجماعة وأضيف عليها جانب آخر نحن ومن خلال فهمنا لتاريخ هذه الجماعة وتاريخ من كانوا قبلهم من السلالة الإمامية السابقة حتى عندما يقدمون وعوداً هم لا عهد لهم ولا ذمة فقد كانت سلالتهم الإمامية يصل بهم الأمر إلى أن يتنازل الإمام لأخيه ثم يلتف عليه ويقتله وبالتالي حتى هذه المحاولة الآن طلب المهلة لـ 24 ساعة هم يبحثون عن مخارج فقط لكنهم سيلتفون على ما يقدمهم من أي وعود سيلتفون عليها وسيقضون عهودهم لأننا تعودنا على هذه الجماعة وكيفية أسلوب عملها هذا جانب الجانب الآخر أنا حتى الآن لا أشعر بالتفاعل الكبير في تفاهمهم للأمر هم في حقيقة الأمر هذه العصابة الإجرامية لم تعتد العمل السياسي هي اعتادت على عمل الإصابات وبالتالي تتقن الفنون القتالية إلى حد ما لكنها لا تفقى شيئاً فيما يسمى بالتفاوض والعمل السياسي وغيره ولذلك بالتأكيد لن يكون لهؤلاء إلا جانب واحد هم يفهموه تماماً وهو لغة القوة التي ستخرجهم بفعل القوة المباشرة على الأرض هذه ما يمكن أن تضمن للشعب اليمني انتقالاً آمناً أما غير ذلك فسيظلون يراوغون ولن يذهبوا إلى حوار حقيقي أو إلى سلم حقيقي هذا رأيي الخاص لكن نحن نقول أن جريفت بكل ما يقدمه اليوم هو الآن عليه أن يتعامل مع هذه العصابة الإجرامية وفق قاعدة واحدة وهو العمل على تطبيق المرجعيات الثلاث وعلى أن تكون المرجعيات هي الأساس وغيرها لن يكون هناك سلم ولن يكون هناك تفاوض غير ذلك سيكون عبارة عن إهدار للوقت وإهدار لمصالح الشعب اليمني نعم دكتور أحمد سؤال أخير في أقل من دقيقة مصالحك كشفت أن حاطة غرفت القادمة لمجلس الأم لن تقبل بامتلاك الميليشيا للسلاح وتهديد الشرعية بالتالي أي انعكاس برأيك لمحادثات صنعاء على هذه اللحاطة القادمة لغرفت ووضع النقاط على الحروف في أقل من دقيقة أحسنت أولا المجتمع الدولي قد حزم أمره على أن هذه العصابة هي عصابة إرهابية وإن على هذه العصابة أن تسلم وقد سمعني في خطاب ترامب الأخير أنه قال آن الأوال لتفعيل القرار الأممي 22-16 إذن الموضوع المجتمع الدولي والحسم هذا أصبح أمر مفروغ منه تسألني في سؤالك السابق الغلبة هل مين؟ أقول الغلبة هي للشعب اليمني القرار ليس في صنعاء بالنسبة لهذه العصابة هي لا تأتمر بأمرها حتى أن هناك تتدارس الأمر ثم يخرج فيهم عاقل ويقول أننا سنستسلم القرار هو خارج صنعاء القرار هو في إيران والدفع دائما لا يمكن أن يذهب إلى الحل السلمي هم يذهبون إلى آخر رمق النقطة الثانية وهم لا يسعون إلى إيجاد حل سياسي لأنهم لا يجدون لغة الحوار ذهبوا إلى الكويت ثلاث مرات وذهبوا إلى جنيف واحد وجنيف اثنين ولكنهم لا يملكون المشروع تدميري شكرا لك الدكتور أحمد الشري الخضير الأمني والاستراتيجي أيضا شكر مصول لضيفنا في القاهرة نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية شكرا جزيلا لكم وأيضا شكر لكم مشاهدنا الكرام على متابعة هذه الحلقة ولقاؤنا يتجدد غدا ونفذ سياسية جديدة من هنا الرياضي للقاء ترجمة نانسي قنقر